السكن الخاص بالجنسين في صفوف الطالب الأتراك هو موضوع الجدل الجديد الذي أثاره رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قائلا إنه يعارض الحالات التي يقدم فيها طالب وطالبة على تأجير بيت مع بعضهما وأضف أردوغان أن الحكومة ستناقش الموضوع وقد بدأت وسائل الإعلام بالتطرق إليه بالفعل هذا الأمر يتعلق بالاختيارات الشخصية للأفراد تقول هذه الطالبة يعني أنني أستطيع أن أستدعي أصدقائي وأقربائي أو عائلتي عندما أجرت هذا المكان قمت بذلك بنفسي وليس للشرطة الحق بتاتا في أن تأتي وتراقب مكاني ويقول طالب آخر مجتمع الذي يدعي أنه محافظ وإسلامي يقبل الزواج من الناحية الشرعية كأمر اختياري ولكنه يعتقد أنه من غير الأخلاقي أن يتحدث الأصدقاء فيما بينهم في البيوت لا أفهم هذه العقلية ولا أقبل بها ويرى البعض أن تركيا مجتمع محافظ بطبعه وأنه ليس من حق أحد أن يقرع أبواب الآخرين ويراقبها ويقول هذا المحلل لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يطبق عن طريق نص قانوني أو مرسوم ولكنني أقول لك ما الذي سيحدث بعض الناس من من يرغبون في لعب دور شرطة الأمر بالمعروف من تلقاء أنفسهم سيضايقون الشبان وعائلاتهم لتتماشى تصرفاتهم مع أقوال رئيس الوزراء وقد بدأ ذلك بالفعل وترى شريحة أخرى أن المسألة الكردية والدستور وأصلاح القضاء هي المسائل الجدية التي ينبغي تطرق إليها